تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تفعيل الاستدامة والابتكار في مختلف المجالات ومن خلال خدماتها ومشاريعها وخططها الاستراتيجية تتسابق المؤسسات الحكومية والخاصة في وضع بصمتها في هذا المجال المهم وفي الابتكار والاستدامة نالت المدرسة الأمريكية في كلباء جائزة أفضل مدرسة متميزة وأفضل مشروع متميز في مجال الذكاء الاصطناعي في جائزة الشارقة للاستدامة التي ترعاها هيئة البيئة والمحمية الطبيعية بالشارقة ويسعدنا أن نرحب بالأستاذ محمد نادر عباس مسؤول الابتكار ومعلم مادة الفيزياء في المدرسة الأمريكية في كلباء والطالب عمر معتز لكن قبل أن نبدأ معهم الحوار ننتقل معكم أعزائي المشاهدين لنرى بعض اللقطات حول المشروع الفائز ولنعوده السلام عليكم معكم الطالبة صوغم بارك العبدولي من المدرسة الأمريكية بكلباء قبل أن نعرض لكم مشروعنا دعونا أن نرجع إلى البداية بدأ هذا النجاح مع معرض العقول المترابطة Synergy Minds الذي حدث عام 2022 الطلاب الحياة فاجؤوني لمن السنة الثانية فاجؤوني في المدرسة الأمريكية ويقدموا شيء تماما خارج السندوق أخذنا مسابقة الشارجة للإستدامة كفرصة لابتكار مشروع جديد مرحبا أنا عمر معتز غريني هو جهاز يعمل باستخدام الشريحة الذكية Arduino وأيضا يستعمل كاميرا ذكية Husky Lens للتعرف على كافة أنواع النفايات وتصنيفها غريني يمكنه أن يتعلم على المزيد من أنواع النفايات ولكن عليكم أن تدربوه على فعل ذلك حاليا يمكنه التعرف على عبوات الزجاج والبلاستيك والوراق كنفايات بيع تدويرها وكل شيء آخر كقمامة غير نافعة والآن ننتقل للحد الأكبر والأهم تميز وفوز المدرسة الأمريكية بكلباء بالمركز الأول على مستوى تمارة الشارجة بمسابقة الشارجة لإستدامة إذن أعزائي المشاهدين كما تبعنا معكم هذا العرض للمشاركين في هذا المشروع ونرحب من جديد بالأستاذ محمد نادر وكذلك الطالب عمر معتز أهلا بكم آلام ونبارك لكم حصولكم على جائزة أفضل مدرسة متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وكذلك مشروع متميز في الذكاء الاصطناعي كلمتك عمر ما أثر هذه الجائزة عليك شعرت بشعور جميل وفرحة شديدة عندما ألمت بفوزنا بهذه المسابقة لأنها كانت تعني لي الكثير وبذلت أقصى جهدا لدي الفوز بهذه المسابقة مبارك أستاذ محمد دائما الأساتذة نجاح طلبتهم من نجاحهم صحيح؟ طبعا والجائزة الحقيقة أنا ما أعتبرها أنها جائزة واحدة هي تعتبر جائزتين الجائزة الأولى هي مقدمة لمدرسة أمريكية بكلبة لحصولها على أفضل مدرسة متميزة على مستوى إمارة الشارقة والجائزة الثانية وأنا أعتبرها بالنسبة لي كونوا منهم فازوا في فئة الذكاء الاصطناعي وهو ده اللي بيتماشى مع رؤية الدولة حاليا خصوصا في مجال التعليم فده بالنسبة لي أعتبر جائزة نفتخر بها كلنا وماشاء الله عمر والطلاب جميعهم مشرفين للمدرسة والأهلية هم الجميع نحن نفتخر بكم عمر ونفتخر كذلك بشركتك في المشروع صوغة لكن اليوم عندما نذكر المشروع وفكرة المشروع المشاهدين ربما عرضت نبذة من خلال المقطع السابق لكن نتعرف أكثر من خلالك عمر حول فكرة المشروع النموذج يبدو بسيطا من الخارج ولكن يحتوي على العديد من الأجهزة الذكية الإلكترونية في داخله وبرمجتها لتتعرف على جميع أنواع النفايات ويمكنها أن تساعد دولة الإمارات في تحقيق استدامة في المستقبل جميل إذن المشروع مختص بالاستدامة بما أن عام 2023 عام الاستدامة أكيد أنتم كفريق حرصتم على أن تبذلوا الجهد والساعات كيف كانت فكرة المشروع وخطة المشروع عمر؟ الخطة كتنظيمها تدات في العمل عليه تقريبا في شهر العاشر من آخر سنة ولكن فشلت العديد من المرات ولكن لما أفقد الأمل وبعد تقريبا أربعة أشهر من العمل أتممت المشروع الحمد لله إذن أستاذ محمد كما ذكر عمر بأن المشروع المشروع فشل فيه عدة مرات لكن بعد هذا الفشل رأينا هذا النجاح وهذا التكريم الذي حضي به المشروع أنا لا أعتبر أنه هو فشل حقيقة أنا أعتبر أنه كان حظه جيد لأن ساعتها كان مفترض أن المشروع اللي هو يقدمه كان مفترض أنه يتقدم في معرض عقول مترابطة وكان فيه مشاريع متميزة جدا موجودة في المعرض في الوقت هذا لكن سبحان الله يعني وقت تقديم في نفس اليوم أعتقد نفس يوم المعرض ووقت تقديم المشروع مال عمر يحصل فيه مشكلة تقنية خلل فنقرر أنه حصل خلل فقررنا أنه خلاص نحن نوقف المشروع الحين وبعد كده بنشوف شو بيستوي هو كان جزء من المنظمين أريد الموجودين في المعرض بعد كده سبحان الله يعني يتنقل المشروع ده ويكون التركيز بالكامل بعد المعرض على المشروع ده وأعدنا فترة فعلا زي ما هو قال أربع شهور ما بين المحاولات العديدة تمام مرة واثنين وثلاثة لحد ما وصلنا لدرجة اليأس وبعد كده رجعنا مرة تانية حاولنا والحمد لله الحمد لله الله يعني كل المجهود وقامد هو وصغى وسوه شيء ممتاز جدا 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 جميل إذن منك حديثك أستاذ محمد نأتي برسالة بأن الشخص بالفعل يثابر في مشروعه يثابر في عمله ربما لن يصل في مرحلة ما يعتقد بأنه تأخر لكن هناك أمر جميل جدا مخبأ من عند الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بالظبط إذن عمر حدثنا عن المشروع ووصل في مرحلة من الفشل وكررت يعني عاودت المحاولة لكن من خلال هذه المحاولة ماذا استفدت وأين كان الخلل فيها أول شيء أول مرة كان الخلل في البناء في التصميم كان هناك العديد من الأشياء التي لم أراها كالتصميم لم يتحمل المعدات كاملا وبعدها كان الخلل تقنيا في المعدات الإلكترونية فمن هذا تعلمت التصميم الهندسي لأشكال متعددة وأيضا تعلمت الكثير في البرمجة الإلكترونية نعم بأننا نتكلم عن مجال البرمجة أستاذ محمد بيكونك أنت كذلك مدرس لمدة الفيزياء في أمريكية تأكلبا والبرمجة يحتاج إلى خوارزميات إن كانت في مجال الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى نقاط معينة يجب أن يكون ملم بها الطالب كيف يتم تأهيل الطالب إلى هذه المرحلة؟ كونهم مازال طلبة في مجال مقاعد الدراسة الحقيقة هو ما أقدرش أقول أن دي أول مرحلة يتم فيها المشروع هو الطلاب اعتادوا على المشاريع دي أكتر من مرة بداية من مشروع عالم الميتافيرس أو العالم الافتراضي من سنتين تقريبا وطبعا كان فيه مشاريع ناكحة وكان فيه مشاريع محتاجة تعديل وتطوير وبعد كده قدرنا نعرف إيه هي الأخطاء اللي موجودة فقدرنا نعدلها مرة تانية في مشروع العقول مترابطة اللي احنا سوناه فالطلاب بيتعلموا أكتر من مرة وبيتعلموا خارج الصف وده بالنسبة لي أنا أهم كتير من التعلم داخل الصف التعلم خارج الصف هو اللي بيخليهم من هم يتعلموا أشياء أكتر تقدر أن هي تفيدهم في حياتهم العملية تمامه ده اللي سواء عمر هو وزميله أكتر من مرة في أكتر من مشروع في أكتر من معرض فأنا بعتبر اكتساب المهارات بيجي عن طريق عدة محاولات بتكون في الآخر بتوصل النجاح يعني زي ما قال عمر الحين قال الحين أنا أول مرة حسيت أن أنا فشل فقال لو حضيك لاحستي وقال أنا اتعلمت البرمجة بعد كي رجعت مرة تانية اضطرت أن أنا أتعلم الجزء الخاص بالكوديم تمام فده معناه أنه هو بيتعلم فهو اتعلم نتيجة أنه عنده هدف محدد الهدف بعيد عن الألم بعيد عن الدراسة هو هدف أكبر بكتير وهو هدف ليه علاقة بالابتكار وده بالنسبة لنا هو ده النجاح وده الهدف الذي نحن مفترض نوصله إن شاء الله أعتقد دكتور عفوا أستاذ وكبت عدة طلبة ومراحل عمرية لكن اليوم نحن جيل الحالي مختلف تماما عن الجيل السابق وحتى يعني في مجال الفيزياء حب لي مثل ما ذكرت الرموز وحب لي بعض الأرقام الخاصة بالخوارزميات الخاصة بالذكاء الاصطناعي فكيف ترى شغف هؤلاء الطلبة؟ شغف هؤلاء الطلبة يجي الحقيقة من المعلم إن هو يقدر يميز الطالب هو بيحب إيه أكتر ويقدر أن هو يركز عليه يعني بعطي حضرتك مثال لما جيت أعطيتهم مثال لعقول مترابطة المعرض عقول مترابطة لما جيت خبرت البنات قلت لهم إحنا فكرة معرض عقول مترابطة هو إن إحنا نستخدم الزكاء الاصطناعي كيف تحبوا تستخدموا الزكاء الاصطناعي البنات كانت المشاريع تبعهم عن كيف تتحدثي مع الأميرة ديانا عن هنري لامار كانت كل مشاريع تبعهم لها علاقة باهتمامهم هو نفسه فدور المعلم نفسه هو أن يعرف إيه هو اهتمام الطالب ويقدر أنه يركز عليه ويقدر أنه يستخدم الزكاء الاصطناعي أو المادة العلمية الموجودة عنه على حسب اهتمام الطالب جئنا عند الأولاد في المشروع كانوا مسويين أحمد حارث كان مسوي مشروع عن الملعب الزكي فطبعا فيديو جيمز وملعب كان اهتمام أكتر للأولاد فلازم يكون معروف اهتمام الطالب عبارة عن إيه وده المفترض وظيفة المعلم أنه يستكشف إيه هو اهتمامات الطالب وعلى أساسه يقدر أنه ينميها ويقدر أنه يركز فيها عمر لماذا اخترت مجال الاستدامة ليكون هو أساس هذا المشروع وذكاء الاصطناعي فيه عندما أذهب إلى الشاطئ أو إلى المولاد أرى الكثير من القمامة التي مرمي على الأرض التي يمكن عادة تدويرها ولكن لا يهتم أحد بها ففكرت باختراع نموذج يمكنه أن يفعل هذا بدلنا فهي جاءت كفكرة من نظر هو نموذج مميز الحقيقة لكن ما فكرت في نقطة بأن الآن المشروع نال بأفضل مشروع وأفضل جائزة في جائزة الشارقة للاستدامة لكن هل هناك نظرة للتحسين؟ نظرة لأن يكون بشكل أكبر على أرض الواقع ويتم تبني من المجتمع؟ نعم هناك العديد من المجالات التي يمكن تحسينها بها كاستعمال أدوات إلكترونية أحدث من هذه لدقة العمل وأيضا تصغيرها أو تكبيرها على حسب أماكن التي سيستعمل بها نعم ذكرت أنت في المقطع الخاص بالمشروع بأن في الصندوق هناك شريحة معينة هل مع هذه الشريحة مجلسات تستشعر نوع الخام أو تستشعر نوع المادة الموجودة فيه؟ لا، الطريقة التي يتعرف فيها على القمامة هي عن كاميرا ذكية اسمها هاسكيلانس نعم يتعرف على إذا كانت علبة معدنية أو حتى بلاستيكية نعم لكن هذا الشيء ما فكرت فيه بالمجتمع ممكن راح يكون مجتمع أكثر مثل ما نقول لنا اتكالي مايرا يرمي القمامة في مكانها الصحيح هذا اللي هو مجال تطوير أيوة جميل إذن مثل هذه المشاريع أستاذ محمد بالفعل مشاريع مميزة نسعد بأن أبنائنا في المنطقة الشرقية يبدعون في مجالاتهم يبدعون بأن يخدم المجتمع ووجود هذه الجائزة من قبل هيئة البيئة أو محمية الطبيعية بالشارقة هو بالفعل فرصة للشباب بإظهار طاقاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي أكيد أكيد وأنا شايف أن هذه عبارة عن فرصة أولى بالنسبة لهم ودي عبارة عن لحقاء عمر واللحقائته صغف أن هم يقدروا أن يفوزوا بجائزة بالشكل هذا ويكون جائزة قيمة جدا على مستوى المنطقة الشرقية وعلى مستوى أمارة الشرقية هي عبارة عن بداية وعبارة عن علامة لباقي الطلاب أن هم يقدروا أن ينطلقوا ويفكروا ويتموحهم وما يكون في عندهم أي سأفل توقعاتهم يعني إذا كان في عندهم تحديات فالتحديات يقدروا أن يعدوها ويقدروا أن يمروا بيها وإن شاء الله يقدروا أن يسأوا مشروعات تكون أفضل وتكون مبتكرة بشكل أكبر إن شاء الله. لكن لابد بأن مثل ما ذكرت هناك تحديات. وهناك آمال معقودة في هذه التحديات أستاذ محمد. لكن ما هي تطلعاتكم ورؤاكم في أمريكية كالباء بالمستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي أو حتى التكنولوجي؟ الحقيقة في المدرسة الأمريكية بكلباء. صار لنا عامين. أول شيء قدمنا مشروع العالم الميتافيرسا وعالم الافتراضي. كده كان مشروع على فكرة كان مشروع استثنائي. لأن ما كان فيه أي حد حكى عن مشروع العالم ميتافيرسا وعالم الافتراضي قبل المعرض اللي احنا سونا. وبعد كده انطلقنا لمشروع تاني ومنه المشروع تالت. فكرة أن الطلاب نفسهم يكون دايما عارفين أن كل عام عندهم مشروع ومشروع ابتكاري يقدروا عن طريق أن هم يفكروا خارج الصندوق تماما. دي في حد ذاتها بتكون إنجاز لكل مدرسة وإنجاز لكل معلم. الحقيقة أنا برضو أحب أشكر بالنسبة لي المشروع الأستاذة كيري مديرة المدرسة. لأنها تعتبر الجندي المجهول. المجهول اللي موجود معنا في المشروع. لأنها برضو كانت بتدعم الطلاب جدا بالمشاريع دي ودائما كانت بتهتم بيها. وإن شاء الله بإذن الله دي زي ما خبرت حضرتك دي بداية. وبإذن الله هيكون في عندنا مشروع كبير جدا إن شاء الله. مشروع الحلم العام المقبل بإذن الله. نعم. نتحدث عن هذا المشروع. لكن هناك سؤال لعمر. عمر أكيد فريق العمل مهم جدا وأن يكون هناك فريق منظم يوزع أو توزع المهام من بينها. أنت مع صوغة. زميلة صوغة في هذا المشروع. كيف تم توزيع هذه المهام؟ وزعناها على قسمين. صوغة هي تهتم كانت بالتصميم الخارجي والداخلي. وأنا كنت مهتم بالبرمجة وتجربة النموذج. أتعرف على الأخطاء الموجودة فيه. نعم. جميل. فمن خلال هذا التعاون بالفعل يعني التعاون هو مهم جدا أن تصل الفكرة. ومثل ما ذكر عمر بأن كان هناك أخطاء وتم تصحيح هذه الأخطاء. لأن وصلتوا إلى مرحلة نهائية. في اليوم الذي اشتغل فيه الجهاز شعوركم؟ كان والله فرحة كبيرة. لا أعرف كيف وصفها. جميلة. ذكرت أديسون وقت المصباح الألف والمئة. الألف واحد هي التي كانت ناجحة. هي التي كانت ناجحة بالزبط. إذن أستاذ محمد ذكرت مشروع الحلم. نعود إلى مشروع الحلم. ما هي أحلامكم؟ ولا مخفية يعني نبعدها عن الشاشة. مو سر ولا شيء. لا أبدا. بس سواء مشروع الحلم الحقيقة هو مشروع عبارة عن تصميم يعني مدينة كلباء الزكية. تمام. واللي أكون بتركز على جميع المنشآت اللي موجودة في مدينة كلباء. سواء الجانب الطبي أو سواء الجانب الخاص بالتعليم أو سواء الجانب الخاص بالمطافي أو العمليات بالكامل. يعني بحيث أن نقدر أن نغطيها بإذن الله. ففيه أوريدي إحنا بدأنا بالفكرة دي. وبدأنا أن نحن يكون فيه أفكار مختلفة من الطلاب. وإن شاء الله بإذن الله أكيد يعني برؤية سمو الشيخ السلطان الدكتور سلطان القاسمي وسمو الشيخ هيسم القاسمي وإدارة المدرسة بإذن الله نقدر أن نقدم المشروع بشكل يكون يعني على مستوى كامل من الإبتكار والإبداع بإذن الله. بإذن الله. إذن الحقيقة نحن تحدثنا عن المشروع وتحدثنا عن أساسيات هذا المشروع. لكن يومنا لما نشوف مشروع متخصص بالذكاء الاصطناعي. مشاريع مختصة بالإبتكار. بأن نخلق بيئة فيها سهولة لحياة المجتمع. هل ما فكرتم بمشروع آخر؟ يعني مثلا بمدرس ذكي بأمور أخرى؟ ما هو ده؟ أو لا دكتور أستاذ أنت خايف تروح وظيفتك؟ لا أنا ما حبيت أن أحكي بصراحة عن أفكار المشروع. آه تمام. ده يعني لكن فعلا لو بما أن حضيك اتكلمت في هذا الموضوع. آه فعلا من ضمن الأفكار اللي موجودة عندنا هو مشروع الروبو تيتشر. تمام أن يكون فيه مشروع عن المدرس الذكي. ومن ضمن المشروع اللي موجود عندنا هو هيكون فيه مشروع البدلة الذكية. جميل. تمام. ففيه مشاريع تكون مختلفة. وهيكون عبارة عن تطبيقات وأكتر من مشروع. وأتمنى الحقيقة إن شاء الله أن يكون فيه دعم ويكون فيه راعي. تمام لها المشاريع. يعني تتسجل بأسماء الطلاب. وهم لسه في صف صغير في جريد 12 أو في جريد 11. فده أكيد بيكون دفع عليهم للأمام إن شاء الله في حياتهم المستقبل. بالفعل نحن نرى مثل هذه المشاريع هي مهمة في تسهيل حياة المجتمع. ومثل ما ذكرنا إذا كان هناك مدرس أو ريبورت ذكي. فربما قد يأخذ أو يسحب البساط من بعض الأساتي. لكن كمثالك أستاذ محمد أستاذ مميز حصلت على عدد من الجوائز الأكاديمية. وعلى مستوى إمارة الشارقة والدولة الإمارات. فهذا يعني فرصة لهؤلاء الطلبة بأن يكونوا في مكان وفي مأمن في مجال الفيزياء بإذن الله في مدينة كلبا. إن شاء الله. إذن كلمة أخيرة عمر. أريد أن أشكر المدرسة لمساعدتي وتحفيزي على كمال المشروع. وأيضا أشكر والدي المهندس معتز. أعطى الله على مساعدتي وتحفيزه لي دائما وكان معي في كل الأوقات. وأريد أن أكمل دراستي في جامعة الأمريكية في الشارقة. بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. التخصص الذي حاب تلتحق به عمر. إن شاء الله دكتور قلبية. بإذن الله. بإذن الله أتمنى لك التوفيق. وكذلك توظف الذكاء الاصطناعي في الجراحات الدقيقة. إن شاء الله. بإذن الله. إذن أستاذ محمد كلمة أخيرة. أنا ما بيكون كلمة هي رسالة الحقيقة. أنا أحب أن أوجهها لجميع معلمين ومعلمات دولة الإمارات العربية الحبيبة. وأنا أولهم كمعلم. نحن في دولة الإمارات لا نعرف كلمة مستحيل. يعني ما في قموس دولة الإمارات ولا في قيادتها كلمة مستحيل. فأنا أتمنى أن جميع المعلمين ومعلمات يطلقوا العنان للطلاب للابتكار. ويكونوا دايما داعم لهم إن شاء الله دايما في المستقبل. عشان يقدروا أن يكون أكثر عندهم استشراف للمستقبل بشكل أكبر. بإذن الله. بإذن الله. الحقيقة سعت بلقائكم. سعت بمشروعكم. وأنتم بوادر خير في هذا المجتمع. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. إذن عزاء المشاهدين من هذا اللقاء نكون وصلنا لختاب حلقتنا لليوم. ويمكنكم متابعتها عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية. عن طريق مسح الرمز التعريفي الظاهر أسفل الشاشة. أو عبر الموقع الإلكتروني. أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية. على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة بإذن الله. تقبلوا تحياتي. أنا عاش الزعابي. وتحيات فريق عامل برنامج حديث المساء. مع السلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة